حضر جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك رونيا العبدالله في لندن مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا وجلالة الملكة كاميلا كما حضر مراسم التتويج التي أقيمت بكنيسة دير وستمانستر في لندن قادة ورؤساء وفود رسمية من مختلف دول العالم وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد التقى بجلالة الملك تشارلز الثالث خلال حفل استقبال في قصر باكينغام وعشية التتويج قال الملك تشارلز إن الأردن شريك مهم حيث يشترك بلدانا بتاريخ غني وعلاقات نشيطة تدعم ازدهارنا وأمننا وأضاف الأردن مناصر ثابت للسلام وهو قوة مهمة لأجل الاستقرار وكان الملك تشارلز الثالث قد توج ملكاً لبريطانيا بشكل رسمياً في كنيسة وستمينستر حيث تولى العرش خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في شهر أيلول الماضي